السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازايكم يا بنات يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيه. النهاردة ان شاء الله يا جماعة الوصفة بتاعتنا هتبقى مميازة. يعني ايه? يعني بازن الله هتنزل معاك الدهون وتنزل معاك حتى لو فيه مياه في جسمك هتنزل معاك الوزن بترقى كويسة جدا. خصوصا يا جماعة الاوزان اللي هي زايدة شوية فوق المت كيلو بازن الله هتنزل بطريقة سريعة على الوصفة بتاعتنا ديت. اهم حاجة تبعوا معايا الوصفة كويس وتبعها مصبوط علشان ان شاء الله تجيب معاكم نتيجة كويسة. اهم حاجة تعملها بالطريقة المصبوطة اللي احنا ان شاء الله هنعملها معاكم دي. يلا كده يا بنات نسمي الله ونضغط لايك. عايزاك تضغطوا كتير اول ايك في الفيديو. ويلا بينا نشوفوا الوصفة بتاعتنا. ولو عجبوكم بازن الله شيروه علشان الناس كتير تستفاد من الوصفة بتاعتنا دي. لان فعلا يا جماعة بجد وجد. الوصفة بتاعتنا ممتازة جدا وهتجيب معاك نتيجة كويسة. وصفتنا النهاردة يا بنات ان شاء الله هتبقى عبارة عن عشبة القزبرة دي. اه فاي بلد تانية بمكن بيسموها عشبة القزبرة. تمام? علشان لو في ناس منكم ولا حاجة بتشوفوا الفيديو بتاعي تعرف يعني ايه هي عشبة القزبرة. عشان التعليقات اللي بتيجي يعني ايه عشبة القزبرة اسمها عشبة القزبرة يا جماعة في اي بلد تانية. ديت العشبة دي كويسة جدا في نزول الوزن. يعني انت مسلا لو انت وزنك فوق المت كيلو ما تقلقيش خالص. اه الوصفة ديت ان شاء الله هتعمل معاك مفعول كويس. طبعا احنا مش هنكتفي بس بالعشبة ديت. لا احنا ان شاء الله هنحط علىها مكونات تانية. علشان الناس ما تقولش ده قزبرة هنقوم قافلين الفيديو وما نستفدش من الفيديو. لأ. هيبقى فيها معاها مكونين اتنين تانية. والمكونين دولت ده ان شاء الله هيحرقوا معاكي الطهون بطريقة كويسة جدا. يمكن انت اول مرة تشوف معايا الوصفة ديت. بس عن تجربة جماعة فعلا ناس كتير جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة جدا. علشان كده انا طلعت اقولها لكم النهاردة بازن الله. علشان اي بنت محتاجها بازن الله هتعمل معاها مفعول كويس. الكزبرة دي يعني اعتبر فيها كل الفيتامينات. فيها اول حاجة خلاف كده كمان ان هي فيها حديد وبوتاسي ومغنيسي. غير كده كمان ان هي اعتبر غنية بالاليات. على اساس كده ان هي يعني بتحسزك بالشابعة طول اليوم. اما بتاخد الكوباية آآ ده بتسيب تشاهيتك عن الاكل ما بتخليكش تاكل كتير. خلاف كده وكده كمان ان هي بتريح القولون وبتريح المعدة معاك. في مزة تانية كمان للعشبة ديت. العشبة ديت كما يعتبر معجزة واحنا مش عارفين امد. ازاي? آآ اول حاجة كمان بتخلي لو احنا جسمنا زايد. آآ اما يكون جسمنا دي بيبقى معه بمية. ده بتنزل كل المية اللي بتبقى بجسم يعني آآ لو احنا جسمنا مسلا في مية ولا حاجة. دي بتنزل المية الزايدة اللي بجسمنا. وكمان بتنزل الاملاح. يعني معنى كده ان هي فعلا صحية جدا. ده بتنق الجسم منه الصموم اللي فيه. المهم عندي يا جماعة ان انتوا ان شاء الله تستخدموها بالطريقة الصح. يعني ان شاء الله انا هغليها هغلي معلقة معلقة واحدة بس. معلقة على كبات مية. ان شاء الله وهنضف عليها مكونين اتنين كمان. ده هيحرق معاك الدون بطريقة كويسة جدا. ده كده يا جماعة معايا كبيتان مية هم ادارت ان شاء الله اللي هستعملهم طوله اليوم. كبيتان المية ده. على اساس كده انا مجهزة المجدوات على اساس النامه ان شاء الله هعمل آآ هنزل فيه الوصفة. بس الوصفة الاول محتاجة ان هي تضغل. آآ دي معلقة شاي صغيرة فانا ان شاء الله هعمل بها تلات معالقة. لان المفروض دي يكون معلقة كبيرة. هنعمل تلات معالقة يا جماعة زي ما انتم شايفين كده بالكبات بمعلقة الشاي الصغيرة. دلوقتي بقى بعد ما حطتها وقلبتها بالمعلاقة زي ما انتم شايفين كده. هسيبها على النار تغليه حوالي خمس او عشر دقائق يعني على قد ما تقدر تغليها اغليه. بس المهمة ما تكونش اقالي من خمس دقائق عشان اقدر استفيد من كل العناصر اللي موجودة في قلب العجبة دي. المهم عندي ان هي يكون متغطية بحاجة زي دي كده وان شاء الله هحطها على النار بقى. ده كده بقى جماعة الوصفة بعد ما حطتها على النار حوالي خمس دقائق لو انت حابة تعملها اكتر من كده ماشي. آآ بس المهم عندي ما يكونش اقالي من خمس زي. وتكون متغطية زي ما انتو شايفين كده. يمكن انت لو ملاحظين الكمية البخار دي انا مش عايزها تتضخر. اي عجبة انتو بيدغلها على النار حاول ان انتو تغطوها على اساس ان هي الفايدة كلتها في البخار اللي هو بيطلع دي. فانا مش عايزها تتضخر. لان انا عايزة احتفظ بالزيوت الطيارة لان يعتبر الزيوت الطيارة دي يا جماعة هي فايدة كلتة. تمام? فعشان كده انا اغطيتها. بعد ما تبرد خالص اقومش هيلاها لان اه شايفين البخار ده ده انا عايزة كده امزله مش عايزة ان هو يطير. وبهو بقى مقفول كده في مكون بقى تاني ان شاء الله. ده يا جماعة الكرمون. الكرمون ده يا جماعة ده كرمون خشن او او كرمون حصة طبعا كلاتنا عارفينه. آآ ده انا هحتاج بانه معلقة واحدة بس مش اكتر من معلقة الشاي. المهم ما عند يا جماعة زي ما قلت لكم بيكون حصة. فانا كده يعني هشيل هشيل بس والبخار اللي هو هينزل ده حاول ان انت تنزليه تاني. هحط كده للمعلقة الكمون لان الكمون ما ينفعش ان هو يتغل. خلي بقى لكم يا جماعة الكمون ما ينفعش ان انا غليه. بعد ما غلطت الكزبرة. ونزلتها من على النار. وسبتها كده ترتاح. آآ حوال خمس دقيق. برجع احط معلقة الكمون. علشان بقى مشي صحي معكم. وبجاوب على كل الاسئلة اللي هي ممكن تساقط. كده تمام? انت بقى براحتك حابة ان ان تضعف الكمية ماشي. مش حابة ضعفها وحابة تعمل يضوبك على قد اليوم بيومه. خلاص ماشي. انا ان شاء الله يا جماعة هاخد الكوباتان دولة اللي انت شايفينهم دولة. ده بس على قد اليوم. آآ مش عايزوك يا جماعة تزود كمية الكمون علشان ما تجيبش معاكم نتيجة عكسية. لان كتر الاعشاب ده ممكن لقدة الله تقلب معاك بنتيجة عكسية. امشوا على المقدير صح علشان ان شاء الله تجيب معاك نتيجة كويس. والكمون يا جماعة لتاني مرة بقوله لكم ما يكونش ناعم لازم يكون حصى. وما بيتغلاش على النار. اللي هيتغلى بس ايه الكزبرة النشفة اللي انت شايفينها دي. تمام? وهسيبها مضغطية كده زي ما قلت لكم علشان مش عايزها البخار يتبخر. انا ان شاء الله هستفيد من البخار بتاع ده. آآ ده كده يعتبر خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت معادة بس مكون واحد بسي. بس ما ينفعش ان انا حطه والمية سخنة او. ان شاء الله عما المية تبرد شوية. يعني انا استنى كده حوالي آآ عشر دقايق. على المكونات بتاعتنا دي والمية دي تتفى شوية. وقوم حط على المكونة التابت. مش عايز اقول لكم بقى يا جماعة ان الوصف دي فعلا هتنزل الوزن معاك يعني بطريقة رهبة. آآ مش عايزة بلغ قوي او ازود في العدد الكيلوهات اللي هي ممكن تنزل منك. بس انا اقدر اقول لك خلال شهر واحد ان ممكن ينزل منك آآ حوالي عشرين كيلوه. تمام? علشان بس يعني ايه مش عايزة اطلع قوي يعني العدد قوي لان ده ممكن نزل عن كده كمان. يعني انا كده بديك اقال لحاجة علشان ما حدش قول ده انت بتبلغ في الوصف وكده. لأ. آآ ليه السبب بقى? لان خلي باركوا يا جماعة الاوزان اللي هي كبيرة ده بتنزل بسرعة. يعني ممكن تقليل الوزن بسرعة. وان شاء الله آآ الوصفة ديت هتبين عليك الوزن وانت هتحسيبه. ان انت فعلا وزن بيقيل لوحدة بواحدة. وخدوا باركم كمان يا جماعة. خلي باركم الناس اللي هي بتبقى يعني وزنها شاي القوي او الوزن اللي هم بتاعهم ببقى شاي القوي. ده ببقى معظمه آآ مية ودهون. فبالتالي الوصفة ديت يعني اعتبر هي ده مخصصة لهم. لان دي اول حاجة بتنزل معك بتنزل المية. بتنزل كمية الدهون. آآ بتسد الشهية. يعني ما شاء الله الاصحاب الوزن اللي هو العلي قوي. ده خلي بالكم في النزول هيبقى اسرع. ده كده يا جماعة بقى الوصفة جيزت معي هيت. آآ انا بس عشان حابة ان انا انهي الفيديو معاكم. يعني طبع هي لسه سخنة شوي. انت بقى طبعا مش زي. هتقعدها عندك لغاية ما تبرد خالص. وبعد كده ان شاء الله تستعمل. يعني انتوا كل ما تقعدها اكتر في المكونين دولت كل ما ان شاء الله النتيجة هي تبقى قفية واحسن معك. انا دلوقتي هصفي الوصفة بتاعتي هي زي ما انت شايفين شايفين لون بتاعي. يعني اعتبر هي عاملة زي الحربة بالزبط. يضوبك على قد المجد لان المجد دوات بيهوا كوبايتان. فان شاء الله زي ما انت شايفين. آآ برضه هقول لكم هتتاخد قبل الاكل او بعد الاكل كل الكلامة ان شاء الله يا جماعة انا هقولولكم. ده بقى كده يا جماعة زي ما انت شايفين اللون بتاعها ما شاء الله نزلت كل الفايدة اللي فيها خصوصا الكمون يا جماعة ده كويس جدا. يعني اهم حاجة كمان الكمون في الوصفة لان الكمون بيساعد على حرق الدهون بطرقة كويسة جدا. آآ تلت مكون بقى معي اللمون. ده بقى يا جماعة يعتبر تلت مكون معي. اللي هو اللمون. اللمون ده ان شاء الله هحطه على الكمون والكس برا كده بعد ما يوتفه خالص لازم يكون دفين خالص لما نحط على لهم اللمون. لان ما ينفعش احط اللمون والمكون ده سخن معي. لو انت بتحضروا كوباة ولا حاجة ده ممكن ان انت تحط عليها نص لمون. انما ده لعشان كوبايتان فانا ان شاء الله هحط اللمونة كاملة. ده كده يا جماعة يعتبر الوصفة جايزت معي على حسب رغبتك بقى. آآ هي بعد ما تحط اللمون بتاني ان هو كمان اللون هفتح شوية. ده كده يا جماعة بقى الوصفة بتاعتنا ده اصباح بتاهزة معي. طيب هناخدها امتى? هناخدها مرة تاني اتنين بس في اليوم. امتى بقى? هناخدها مرة بعد الغداء بنص ساعة. ومرة بعد العشان برضو بنص ساعة. المهم عندي ان احنا ان شاء الله ناخدها مرة تاني اتنين في اليوم. وشوف النتيجة بقى بعدها وبازن الله هتكتبيلي في الكومنتات. وهتقولولي فعلا بان في فرق. اما الفطار بقى يا جماعة يعني عالصبح كده على الرق مش هناخده الكوبية دي خالص. هنعمل ايه? نكتفي بكوباية مية دافية مع لمون. دي احسن حاجة اخذيها قبل الفطار. ممكن كمان لو انت مش عايزة تشربها كده مية بلمون على الرق. ممكن تحط عليها نصر معلقة عسل ابيض. العسل ده جماعة كويس جدا. ده بقى بيزود معدل الحرق. تمام? دي بقى جماعة كتب الوصفة بتاهدنا وورتلكوا على كل التفاصيل بتاعتها ان شاء الله. بس يا ريت تخضيها بالطريقة المزبوطة اللي احنا قلنا عليها ديت. ان شاء الله هتنزل معاكي. آآ الوزن بتراية كويسة جدا. آآ خلي بالكم يا جماعة العشاب دي كويسة جدا في نزول الوزن. يعني اعتبر كل الخلاطات اللي هي بالاعشاب دي يا جماعة ده كويسة جدا. واقدر اقولك كمان ان هي احسن آآ من الوصفات بتاعت الدكاترة كمان اللي هما ممكن ينصفها لك. آآ سوى حبوب سوى شراب سوى اي حاجة. آآ سدقوني يا جماعة التخصيص بالاعشاب ده احسن حاجة واضطر حاجة انت ممكن تعملين. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى بازن الله. متنسوش تعمل و لايك للفيديو يا جماعة. علشان ان شاء الله الفيديو يكبر بكم. انتشار بكم بازن الله. والقناة كمان تعلي بكم. شيروا الوصفة بتاعتنا ان شاء الله. علشان الناس كتير تستفيد منها لان هي فعلا تستحق ان هي تتشير وناس كتير تعرفها يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.